السلام عليكم ورحمة الله النيابة العامة تأمر بالتحقيق في نهيار عمارة بالهروين أفادت السلطات المحلية لعملة مقاطعات مولارشيد أنه على إسر توصلها مساء أمس السبس بمعلومات تفيد بعدم استقرار بنية عمارة في طور البناء مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق بحي مولارشيد انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي قامت بإخلاء مكان البناية وجنباتها لدرء كل المخاطر المحتملة ومضيفة أنه بعد انهيار البناية التي لم يسفر عن أي أضرار بشرية تم تأمين محيط هذا الورش المرخص وأوضحت السلطات أنه بعد فتح بحث قضائي من طرف الضابط القضائي المختصة لتحديد كافة الأسباب والملابسات المحيطة بهذه القضية تحت إشراف النيابة العامة كما تم فتح بحث إداري من طرف المصالح المختصة لعمالة مقاطعة مولارشيد لتحديد المسؤوليات ترجمة نانسي قنقر